اشتركوا في القناة فدائما انا اقدم هاي المعجنات فبس كل مرة انا اسهي على غير شكل وعلى غير مدير وعلى غير طريقة فاليوم حبيت اقدم لكم ياها بهذا الشكل حتى تستفادوا من عدها حبايبي يعني طعماتها كلش طيب ان شاء الله تجربوها بس رح نبدأ لكم بالمقادير رح اخذ كوب واحد من الحليب السائل واضيف لكوب واحد من الحليب العفو المي الدافي واذا ما كان ادكم حليب السائل ممكن بدل الحليب السائل يتخلون كوبين مي واضيفون لهم ملعقتين كبار او ثلاث ملعقة كبار من الحليب الجاف واضيفون ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من السكر وكوبين من الطحين ان شاء الله المقادير رح تلكم ياه صندوق الوصف حتى من يعني تطبقوها تشوفون المقادير ويعني تمشون على المقادير بس اهم شي تتبعون الخطوات حتى تطلعتكم من طريقة مضبوطة 100% هسا اضيف لها ملعقتين كبار من الروبا او الزبادي اذا ما متوفرعتكم الروبا ممكن تستغلون عنها طبعا هنا انا تركتها تتخمر مدة 20 دقيقة الى 25 دقيقة بعد ما صارت عندي بهذا الشكل يعني خليها بمكان دافي من الشوفون صلبه هي تشي يعني كلها فتحات وزروف مثقبة معناتها مقتم رعتكم هسا رح اضيف لها ثلاث ملعق اعفو ثلاث كواب كبيرة ثلاث كواب من الطحين واضيف لها نصف كوب من الزيت وملعقة صغيرة من البيكن بودر اذا ماكو بيكن بودر ممشكلة واضيف لها بالعق كبيرة من الملح زين عيني بعد ما اضافت المواد كليتها راح اطرقهم بهذا الشكل اخلطهم يعني المواد هي تشي تكون عندي عجينة لينة تقريبا وارش شي بعز زيت هسا راح اعجنها بشكل اكثر طبعا كل ما عجنتوها اكثر كل ما تنطيكم نتيجة افضل وهنا ها حتكون العجنة الاخيرة راح ارشلها طحين هنا عندي كوب واحد من الطحين بس ما راح اضيفه كليته هاخد تقريبا نص من عنده ارش على العجينة وعجنها زايد يعني المعجنات كل ما كانت عجينتها لينة كل ما كانت المعجنات عدكم كلش طيبة وتكون طرية وتكون مثل القطن يعني ما راح تابس عدكم هنا اضفت لها قليل رشة من الزيت ورشة من الطحين الى ان توصل الى درجة انه تكون عندي عجينة غير ملتسقة بالايد وبنفس الوقت تكون عجينة طرية ولينة مثل ما قلت لكم حبايبي نتخلوها عجينة قوية حتى تكون معجنات يعني طراوة بها وما تكون يابسة بعد ما المها بهذا الشكل وعجنها عدة مرات راح اترك تقريبا مدة عشر دقائق ترتاح اكثر حتى اقدر امدها اه بصينية الفرن وتكون اتكم سهلة اثناء المد هذا الطحين دا استخدره مجرد حتى يعني تكون عندي عجينة غير ملتسقة بالايد بس هنا طبعا غطيتها وتركتها مدة عشر دقائق بالصينية هنا نصيت الفرن انا مجهزتها طبعا خلا ورق الزيت الزبدة ورق الزبدة اخليلي من جو قليل من الزبدة حتى تعلموا شنو ما يتحرك اتكم الورق وبالتالي حتقدرون اه تفتحون العجينة بشكل صحيح او سهل وما راح يعني يضوجكم اثناء الفتح بالنسبة الورق الزبدة وهنا انا انتبه للفتح مالتها خليكون يعني جهات كلها تكون يعني متساوية لا تخلوا مثل جهة تكون عالية وجهة ناصية او جهة خفيفة كلش وجهة تكون ثخينة كلش لا انتو بعد تقدرون اينك ميزانك يعني انتو استاوها حسب المكانات اللي يشوفوها يعني ما منتظمة انتو تنظموها وترتبوها بيتكم احنا راح اقطعها على تسع قطع مربعات يعني وانتو بعد اه حسب التشكيلة اللي تيدوها اذا تحبون نسوها ممكن نسوها صوان اثنين يعني دائريات تطلعتكم اثنين قطعتين كبار هس راح اخذ الصلصة هنا عندي اه معجون طماطع خفيف نوعا ما راح اضيف لازيت الزيتون واضيف للاراغونا طبعا هاي الاراغونا هي من الاعشاب الايطالية اللي طعمها ونكتها كلش طيبة خاصة المعجنات البيزة والمعكرونة اذا متوفر اعتكم اه ممكن نضيفون الزعتر بس الاراغونا يطيها طعام وهو طيب هس احنا راح اوزحهم على القطع بس مو كل القطع راح اخليها راح اخلي قسم من عدها بالجبن وقسم الثاني اللي هو يكون بالصلصة الحمرة يكون اخلي له الشاورمة اللحم او اي يعني حشو انتو تحبون اضيفوها ممكن اضافته ممكن يعني تخلون بس يعني اضيفو الهاجبن وصلصة الطماطع هم يصير كلش طيبة او ممكن تستخدمون الفطر يعني هم يصير طيب او ممكن تستخدمون الصوصج انتو حسب المتوفر اعتكم وحسب الذوق اللي يتحبون تخلوه هنا عندي قسم هذا الثاني راح اخليه بالجبن جبن المزالة وجبن الشيدر او اي جبن انتو متوفر اعتكم اضافته ممكن تخلوها ممكن نضيفون من جبن قطع قليلة من الطماطع ممكن نضيفولها قليل من الكرفوس اليابس انا اخلت هنا عندي الكرفوس او معدنوس يابس مجفف يعني هنا انا طبعا ارتاحت عندي وبعد ذلك دخلتها للفرن والفرن يكون حاميته على درجة ميتين وخمسين قبل خمسة عشر او قبل عشر دقاق حتى يطينا نتيجة زينها بالخوز هنا حبابي وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله هالوصفة اجبتكم نارت رضاكم واعجابكم ان شاء الله تستفادون من عدها حبابي وارجو منكم ان ما تنسون دعم قناتي باللايك والاشتراك اذا ما كنتم مشتركين فعلوا زر الجرس حتى اي فيديو جديد او اي وصفة جديدة ان ازلها توصلكم تشوفوه هنا شو صارت عيني شوفوا الداخل مالتها كأنه قطن والله يعني شقد ما اقولكم طيبة قليلة بحقها انتو شاء الله تجربوها وشوفوها شقد طيبة بس طبعا هي حارة فمدى اقدر يعني امدها اكثر بس الحقيقة يعني فات شي يعني طعمها كلش طيب